تعالوا نشوف مع بعض كده تاريخ النظام ده مع المساجد كان عامل ازاي في الكام سنة اللي فاته نبدأ واحدة واحدة كده ونشوف مساجد مصر في عهد السيسي طبعا لازم نبدأ بإحراق مسجد ربع العدوية في مجزرة الفض وداخله جثث للمصريين يوم 14 أغسطس 2013 بعدها بيومين كان فيه اقتحام لمسجد الفتح في رمسيس بالأحذية والسلاح وعملوا انزال للجنود على المئذنة واغلاقه لمدة 15 شهر يوم 16 أغسطس واستمر طبعا لفجر 17 أغسطس اغلاق 909 مسجد وزاوية في الإسكندرية بدعوة مخالفتها للشروط دي وزارة الأوقاف بالإسكندرية من يونيو 2013 ليونيو 2014 هدم مساجد الوالدين والفتاح والنصر وقباء وقنبس في شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش ويدي كان طلقاتات حصرية لقناة مكملين انفرضت بيها العمليات الهدم في مايو 2015 غيره هدم مسجد جامعة القاهرة بدعوة أنه منبع للإرهاب والفكر المتطرف ده كان رئيس جامعة القاهرة جابر نصار في نوفمبر 2015 تصديق وزير الأوقاف على هدم 64 مسجد على مستوى الجمهورية لأجل توسعات في مزلقنات السكك الحديدية ده نقلا عن المصر اليوم في يوليو 2016 عرض تدريب عسكري لمحاربة الإرهاب على مجسم مسجد خلال حفل تخريج الدفعة 83 من طلبة الكليا الجوية بحضور السيسي فكرين كلنا المشاهد دي في يوليو 2016 منع الصلاة في 25 ألف مسجد وزاوية صغيرة في أنحاء الجمهورية قبيل شهر رمضان والاكتفاء بالمساجد الكبيرة ده كان قرار من وزارة الأوقاف في أبريل 2018 السيسي يدعو الأوروبيين لمراقبة المساجد لديهم للحد من خطابات ما أسماه التطرف الديني ده أثناء حضور مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 2019 هدم تسع تمن مساجد في الإسكندرية هي الإخلاص وعزبة سلام وفجر الإسلام والتوحيد وعثمان بن عفان ونور الإسلام الحمد والعوايد الكبير من أجل محور اسمه شريان الأمل دي في الفترة من أكتوبر 2018 لمارس 2019 سيسي أعلن هدم تلاتين مسجد في محيط طرعة المحمودية بدعوة أنها مساجد مخلفة والكلام ده كان في مايو 2020 خلال مؤتمر افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية وده اللي عرضنا لكم الفيديو بتاعه من شوية استمرار إغلاق المساجد في مصر بدعوة وباء كورونا رغم إعارة فتح المقاهي والملاهي والملاعب والأندية والمرافق المختلفة ده كان وزارة الأوقاف في الفترة من 2020 لـ 2022 ووزارة الأوقاف في أبريل من هذا العام عملت حملات رسمية من أئمة وموظف وزارة الأوقاف لمنع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد وغلقها حالة ثبوت مخلفات بس الإقبال تاريخ يا فندي منع صلاة العيد في الساحات العامة والخلاء في خمسة أعياد متتالية مع فرض قيود صارمة بعدم السماح بأدائها وبعد السماح بأدائها دي وزارة الأوقاف من 2020 لـ 2022 وتحديد وقت خطبة الجمعة بعشر دقائق فقط مع حالة المتجاوزين للتحقيق والمساءلة دي وزارة الأوقاف ومختار جمعة في مايو 22 نين واشري